السلام عليكم في هذا الفيديو سوف نضح التمرين باست كونتينيوز الجملة الأولى يستردي ديما أول حاجة نقلب عليها باش نتأكد بعدها أنه باست هو الإكسبرشن أوف تايم فحن يقول لي أنها باست فحقك أكبر وعلى حاجة أخرى فيها باست وأنها باست كونتينيوز الشيء التي ستجدني هي حين نسيب العام إلا أننا باست قليل ، لأنها باستكتراع سأجد Whaال سيكون فيه انه مثلا هنه speak ده باشنه بقاليا بقاليا ندير was ولا were شنية الحاجة اللي كتقول ليها was هما subject هو ذاك الفاعل اللي عندي إلا عندي i ولا he ولا she ولا it ندير was إلا عننا you ولا we ولا they ندير were دونك هنا يعننا we دونك ندير we were دونك الجملة التانية it start to rain دونك كنت قلت لكم انه البست continues هو جوج ديال الالاكسيون اللي وقعه في الوقت ولا في نفس الوقت في البست ولا تلاقوه فوقت معين في البست دونك هنا بينما يسدي بينما كنا كنا نهضرو on the phone بدات شتك تصب بدات ماشي كانت شتك تصب هذا هو الفرق دونك هنا هي start هي واحد short action بمعنى لو بغينا نمثلوها في خط زمني غتكون بحلاكة هال future هال past هال present دونك هات speak ها هي غنديرها باللون الأسود وغندير لكم start باللون الأحمر فهذا الميبيان باش تبهل لكم دونك yesterday دونك نهضرو في البست بينما كنا نهضرو on the phone بدات شتك تصب ها هي شتك تصب فاش بدات شتك تصب تكون عندك جوش ديال الاختيارات يا إما غتوقف هاد ال action ديال speaking غتحبس speaking on the phone وغتقطع ديالك ديالك المكالمة ولا غتحط تليفون ديالك في الجيب ولا نمبرته ولا غادي تستمر ممكن تستمر أنك تبقى تقدر حيش عندك تليفون ربما water resist مقاومة الماء دونك ما كيهمناش اللي كيهمنه أنه الأكشن اللولة والأكشن الثانية تلاقاوه في واحد الوقت معين داك شعر لازلنا هنا ال past continuous وهذا start هادي قلنا واحد ال action اللي short بدات غير هبطوه قطارات ديال المطار حبسي المكالمة ما قلناش أنه كانت كتصب بشتاو أنا كنت كنا نظرف الفون لا قلنا أنه كنا كنا نظرف الفون فجأة بالتأكشن It started started to rain دونك هذا الاستعمال الأول اللي متلنا هذا بب يعني long action كاش قطعه واحد short action ها تشيدي جا شرحنا اللي ما زال ما شافش الفيديو ديال الباست continues ارجع شوف الفيديو باشي فهم ما شلي كي اقوله Number 2 While you read a book أسمى listen to music last night دونك نفس الحاجة خاسنا نقلب على هسي اكسبرشن اللي كي يقول لي يا راست كينا last night كاش حقق لي الشرط ديال الباست خاصة نقلب دابع على الشرط ديال الكونتينيو اس اوكي ضونك عندي ويل قلنا ويل اهي الى كينا ويل معاشي expression of the past الفعل اللي مراها هتكون فيها اي انجي اوتوماتيك لي ما فيها شنقاش اوكي بقالي اذا بنشوفه شو واز اولا وور انه عالي عالي بمعنى هي بمعنى واز واز ريدين والريد ما كان نبدله فيها وعله حيث كالسليب كونسننت كنزيده اي انجي عادية هالجملة اللولة الجملة التانية اسمه listen to music الى لاحظتم معايا نعطيكم واحدة المقارنة بين الاكشن اللولة والاكشن التانية يلاقلنا في الاكشن اللولة كنت كندير واحدة حاجة وفجأة بدأت كتصبشتها هنا ايه شنو كين هنا عندنا present, future, past هنا عندنا دوز اكسيون في الماضي هنديلكم هاد الاكسيون ديال الريد بالزرق وغندير هذه ديال listen to music باللون الاسود غنشوفوا واش هاد الاكشن اللولة بمعنى كانت كتوقع في الباست وقعات التانية فجأة ولا وقع بجوش في نفس الوقت وهذا هو اللي كين هنا يفاتل الجملة هذي بينما كان علي كيقرأ كتاب علي كان كيقرأ كتاب واحد الاكشن اللي هي long اللي غد تاخدنا الوقت موازاتا معها ولا on parallel بمعنى في نفس الوقت اسماء كانت كتقرأ ماشي كانت كتصنط سوري ماشي تصنطات الموسيقى ماشي بحالة هنا دونك start هنا هي واحد الاكشن اللي هي short ولكن listen هي واحد الاكشن اللي هي long دونك فاش كتكون while قلنا اوتوماتيكلي الفعل اللي مراها اللي مراها مباشرة تيكون فيها ing ولكن الفعل التاني على حسب الفعل إلا كان ذاك الفعل كيمتلنا واحد الاكشن اللي هي short را كنديرو في الباستي سيمبل إلا كان كيمتلنا واحد الاكشن اللي هي كتاخدنا وقت معين را كنديرو also past continuous دونك هنا غنديرو اسماء دونك غنديرو was حتى ايا غنديرو listening ing سيبون الجملة الثالثة والأخيرة when she play video games ممكن ممكن ماشي بحال while while يلاقلنا while دي ما كيتبعه الفعل اللي تيكون فيها ing when لا when ممكن يتبعه verb اللي فيها ing ممكن يتبعه verb اللي simple past بمعنى اللي فيه غر او دي ولا اللي كيتبد الكامل et cetera دونك when she play play واش long action ولا short action long action ايه واحد الاكشن اللي كتاخدنا وقت معين دونك automatic الليحتوى غيكون فيه ing بقاليا نشوف واش واز اللور اللي عندنا شي كنديرو واز دونك when she was playing video games فاش كنت كتلعب فيديو جيمز شي هير دونك هنا يا شنو قلنا فاش كنت عنا واحد لقلنا الاكشن التانية الفعل التاني على حساب الاكشن واش long action كتكون ing والشورت اكشن كنديرو غير الباصي سامبل ديال الفعل وخاص نعرف الباصي سامبل ديال كل فعل دونك هير هير هي سمعات ماشي كانت كتتصنط كان فرق بين listen و hear كنت شرحته لكم ديجا دونك بينما ولا فاش كانت كتلعب الفيديو جيمز سمعت واحد صوت معين بمعنى لا بغن انا نمتلوها حتى ايا في واحد الميبيان والخط الزمني غيكون بات الطريقة هذي غنديرو مثلا هال future غنديروها هال present غنديروها هال past غدي نمتلو هذي ها هي play بالأحمر غدي نمتلوها وهير غنديرها بالأسود فهذا الخط الزمني هذا دونك هال past دونك قلنا she was playing كانت كتلعب like video games فاش سمعت فجأة فجأة سمعت she heard بمعنى بحل الاستعمال اللي كان في الجملة اللولة اوكي لاشتوا معايا هنا واحد الاكشن اللي كانت غادة وقاطعتها واحد الاكشن تانية هنا انا في الحاجة فاش كنتي مثلا قولوك انت كتلعب video games البارح وفجأة سمعت شي غوات ولا شي صوت معين عندك جوش اختيارات اما توقف اللعب ومشي تشوف شنو شنو وقع اما تستمر في لأكشن ديالك تكمل اللعب و that's it اوكي دونك هذا هو الاستعمالات هنا نقلنا short action دونك نضيرها في past sample وال past sample هي heard ما نضيره كانت منها انه يكون past continuous واضح لنقدرنا الدرس وهذه تهمارين بالتوفيق الجامع السلام عليكم